بالمدينة الحمراء، انتلقت أشغال دورة تكوينية حول موضوع البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بتنظيم من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي أكد خلال اللقاء أن المملكة المغربية واكبت الخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها المترتبة عنها، ولسيما على مستوى قوانينها الوطنية ننظم اليوم هذا اللقاء برئاسة النيابة بشراكة مع المندوبية الوزارية الحقوق الإنسان حول موضوع يروم مواكبات تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ولسيما مع هيئات المعاهدات، وبالخصوص لجنة مناهضة التعذيب وتهذف هذه الدورة التكوينية إلى تملك وتعميق النظر في المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها وكذا المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة دقاؤنا هذا وانخراط النيابة العامة بكل مكوينتها في منظومة البلاغات الفردية له خير دليل على انخراط بلادنا وجل مؤسسات البلاد في مواصلة مجهودتها من أجل تعزيز نموذجنا الحقوقي وحماية والنغط بحق الإنسان في بلادنا هذه الدورة التكوينية ترم دراسة مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات ولسيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب والبت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب فضلا عن عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب